السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الطلاب الخامس الاعدادي اليوم سيشرح لكم قطعة يونت الثلاثة اللي هي قطعة المهة بالصورة الكارتونية طبعا بقية المحاضرات اللي هي مع القواعد والتمارين وكل الشغلات الخاصة بيونت الثلاثة راح تلقوها بأول تعليق وبصندق الوصف كاتبة قائمة تشغيل محاضرات الخامس الاعدادي من نطبون عليها بشي تلقون هذا قائمة تشغيل مع الكورس الأول بها يونت واحد يونت اثنين وهسا يونت ثلاثة يونت اربعة ما نزل بها انه بس لكم قائمة تشغيل ثانية نزل بها يونت خمسة وستة وبقية اليونتات فهناش اريد من يومكم اريد من يومكم اذا تردون تقرون بقية الشرح راح تلقوه جوه وشغلة ثانية اهميا اريد من يومكم تشترقون بقناتي ما تليجرام اسمها راح يطلع لكم على الشاشة هذا هنا انا انا نزل بها شرح شغلات مهمة فايلات مثلا هاي التصاريف التصاريف اللي تحتاجوها محافظة يعني سوكوا امتحانات دائما بشكل يومي حتى تضبطوها فاشتركوها من قناة التليجرام ويلا تعالوا نبدأ بالفيديو ايش لهو المهى هو ضبي جميل يمتلك قرنين اطوال وهذا الشكل راح يطلع عقبلكم وين يمكن ان يعيش هو من الحيوانات القليلة اللي ممكن انه تعيش بالصحراء اذا هاي عدنا اول سؤالين هسا نقراهم بالانجليزي نجي الى اول سؤال ما هو الحيوان مال الضبي هذا نوع من الضباء كلمة بيوتفل يعني جميل بيوتفل انتولوب يعني ضبي مع قرون طويلة مع قرون طويلة طو يعني اثنين هورنز يعني قرون هنا كلمة هورنز عندكم جديدة هاي هورنز معناها قرون لونج يعني طويل تو يعني اثنين وذ يعني مع انتولوب انتولوب يعني ضبي راح ارجع اقرأ جواب it is a beautiful antelope with two long horns it is a beautiful antelope with two long horns خلصنا من هذا السؤال نجي الى السؤال الثاني where can the aurex live when ممكن يعيش طبعا هنا كلمة live معناها يعيش هاي حفظوها كلمة live معناها يعيش نجي الى الجواب one it's one of the few animals that can live in the desert 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 اللي معناها صحراء desert desert راح ارجع اقرأ جواب it's one of the few big animals that can live in the desert it's one of the few big animals that can live in the desert طبعا هنا لما نشوفون كلمة aurex live مباشرة اشي يجي ببالكم يجي ببالكم تكتبون هذا الجواب انه هو واحد من بعض الحيوانات اللي يعيشون بالصحراء وبالنسبة للطالب اللي ينسى هذا الجواب كله ينسى بالامتحان يخربط على اقل احفظ لك بس كلمة desert ولا بس هاي الكلمة على اقل تحصل لك درجة شوية يعني اكو الطلاب تنسى بالحفظ فانت تركزي على هاي الكلمة على متخاف نسيت هذا الجواب كله على اقل تكتب desert تحصلك كم درجة لأين يحصل المها على اغلب المياه ماتة وشلون يحصل عليها من النباتات لما نياكل بالليل وليل موجود المي بالاوراق مال النباتات فيحصل على المي من الوراق مال النبات انو وين موجود اعداد المها اجقد كانت احنا قلنا موجود بالصحراء اعدادها اجقد بالجزيرة العربية فترة الستينات يعني 1960 اجقد كانت اعدادها كانت اعدادها كلش قليلة اعدادهم قليلة كانت اكوفت شغلة كانوا كلش هواية يعني جمعة من البدو يصيدون المها كيف يصيدون يصيدون على مود اللحم ماتة او اكوفوا بعضهم الافريان يطاردون على مود رياضة يتوانسون ويا يعني انهم يصيدون اكيد شايفون بعض الافلام يصيدون واكوفوا بعضهم على مود الجوع على مود اللحم ماتة والمها كان مهدد بالانقراض ما السبب؟ يصيدون الصيد ويصيدون فهذا واحد يسألكم ليش مهدد بالانقراض لان بسمه بالهانت الهانتنج اللي هو الصيد طب هسا نقرأ بالانجليزي نيجي نقرأ بالانجليزي اول سؤال انه مين يحصل المها المي ماتة وشلون احنا قلنا يحصل من من النباتات اللي يأكلهن لان اكو مي عليهم خصوصا فترة الليل يعني فwhere معناها اين where حفظوها معناها اين where معناها اين orax يعني المها get معناها يحصل شوفوا طلب كلمة get معناها يحصل هاي يحفظوها كلمة get معناها يحصل most يعني اغلب of its water من الماء ماتة كلمة water يعني الماء فهو مين يحصل على اغلب المياه ماتة كلمة water يعني مي how يعني شلون او كيف يعني ده يتسائل شلون فwhere معناها اين تحفظوها و how معناها شلون او كيف فتحفظوها هاي التساؤلات where يعني اين how يعني كيف هاي هاي يعني تفيدكم المهم ارجع اقرأ السؤال مرة ثانية where does the oryx get most of its water how طبعا اكو كلمات دالة رح حاولطيكم ياها من تقرون كلمة oryx وتقرون كلمة get و water هذاني ثلاث كلمات تتركزون عليهم لمن تقرون تجوبون هذا الجواب زيان لان اكو طلاب ما يعرفون يعني هو يقرأ الجواب بس من يجي للسؤال ما يعرف شون يحل بس هسا انت اكو كلمات دالة تستدل عليها كلمة get و كلمة water و كلمة oryx لعد انت جوب هذان الجواب نجي الى الجواب from plants بلانتس يعني النباتات بلانتس 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 by eating بالاكل كلمة eating يعني الاكل at night في الليل وين عندما وين باعوا هاي هم شوفوها كلها الادوات عندما شوفو عندنا where يعني اين وين يعني زمنية يعني لمن كيف كيف يعني ها there is some water on it زين وين there is some water on it شوفوها هنانا الوين جتوية night جتوية الليل ويا الزمن شايفين ها تحفظوها زين ان مثلا واحد من يقول لك انو وين يعني يعني يمتة يمتة يعني يمتة متى زين يعني متى يمتة ها فمثلا يمتة ها بالليل فهمتو اه يعني بالمعنى الفصل يعني بالمعنى احنا بلغتنا نقول يمتة او متى زين فمثلا واحد يقول لك ها شوقت متى انت تقول لي بالليل او بالصبح فهمتو فاذا الوين تيجي ويا الزمان ليل الصبح فهنا ليش استخدمنا لان عندنا night ها طبعا اذا ابطيكم معلومات عاملين انت وراكم السادس فس نشوف from plants by eating at night when there is some water on في من النباتات plants يعني النباتات by eating بالاكل at night في الليل when there is some water on لما اكو بعض الماء عليهم نجي يشوف هذا السؤال how was the population كلمة population يعني كثافة سكانية يعني مثلا اريد اقول بغداد population يعني كثافة سكانية مع البغداد سواء السكان او نبات ممكن احدد مثلا الوركس اللي هو المهة يعني عدد المهة الموجود به هاي المنطقة اقول عليه population in the arabian بننسولا بننسولا يعني الصحراء او الجزيرة العربية عربيا يعني عرب بننسولا السطالي بيقولها شون نقرأها بعو شون تنقري بننسولا بننسولا دو تشوفون شون نقسمها مقاطع الصرق سهلة يجي بعو تبدون مقطع مقطع بننسولا بننسولا حتى من تحفظوها يجي كلمات طويلة من تحفقون معناها تقسموها تصر كلش سهلة بعوش غسال صارت بننسولا اللي هي معناها الجزيرة العربية In 1960s يعني ب 1960 It was very small كان كلش قليل Very جدا Small يعني قليل فالسواحد يقول شون كلمات الدالة الكلمات الدالة Population oryx من يقول لك شو Population oryx وبعد وين Peninsula لأن السكان ما oryx وين بالجزيرة فمن تقرون هذين لتلف كلمات باشرة نقولون ان هو كان كلش قليل نجي نشوف السؤال البعدي why لماذا why معناها لماذا يتسائل احنا جلنا قلنا نحفظ التساؤلات لحد الآن where معناها أين حفظناها when معناها زمان مثلا تجي ويا الليل هو معناها كيف يعني شلون شلون واحد يتساءل why يعني لماذا why يعني لماذا was the oryx اللي هو المهى endangered باعوا endangered danger احنا واحدنا نعرف كلمة danger معناها خطر danger معناها خطر من تجي endangered قبلها بالبداية اكو en معناها مهدد بالانقراض يجي ويا الحيوانات مهدد بالانقراض معناها مهدد بالانقراض يعني هذا المخلوق مهدد بالانقراض endangered مهدد بالانقراض تحفظوها طبعا كلنا حافظين كلمة danger معناها خطر نخلي بالبداية en وبالنهاية ed شي صغير يصير endangered يعني مهدد بالانقراض والجواب because of hunting بسبب الصيد كلمة hunting معناها الصيد وبس why was the oryx hunted why يعني لماذا oryx يعني الضبي hunted يعني استادوا ليش استادوا الضبي ليش استادوا الضبي the local local يعني محليين يعني مثلا نقول لك هاي الصناعة local معناها صناعة محلية نباتي اذا سامعين واحد يقول هاي الصناعة local معناها صناعة محلية زي بدويا اللي هم البدويين people الناس hunted it for meat صادوا من أجل اللحم طبعا شنو الجمال اللي هنانا مجرد بس تشوفون كلمة why oryx hunted يعني ليش ليصادوا الضبي قبل هذا الجواب انو البدويين المحلين كانوا يصدوا من أجل الميت والناس اللي بالمدينة كانوا يصدوا من أجل المتعة والسبورت فأول شي local bedowian من أجل الميت طبعا إذا واحد هم لا أموزين على أقل بس خليوا يحفظ bedowian people hunted for meat يعني هاي الأهم يعني أنت أملأك ضعيف بس ركزي على كلمة bedowian people hunted for meat كلمة meat هاي كلمة bedowian وكلمة meat هنا بس دا نملأها صعب الباقي سهلات city people ناس المدينة اللي هو city معناها مدينة city city معناها مدينة people يعني الناس hunted يعني صادوا for sports من أجل الرياضة ماك واحد ما يعرف أملأ كلمة رياضة sports كلش سهلة فليش صادوا صادوا الناس البدويين صادوا من أجل الميت و city people واللي هما ناس المدينة صادوا من أجل the sports ليش قدرت حيوانات المهى بالماضي تنجوا وهسا ما قامت تنجوا بالماضي الناس يمتطون الخير بجأن صعب عليهم من المنسب السيارات وبسرعة فقدروا أنه يعني يقتلوهن شوكت انكتل آخر مهى بري آخر واحد يعني بري شوكت انكتل بسنة 1972 1972 ليش استقبلت حدائق الحيوانات المهى طبعا يستقبلوا و جابوا مجموعة من حيوانات المهى وحطوا بحديقة الحيوان حتى يزيدون من أعدادها يبقوها ما حد يصيدها ما حد يأذيها ويزيد من عددها يعني رادت تنقرض يعني شنو سويت حديقة الحيوان بسنة 1982 قاموا ورجعوا بعض من حيوانات المهى البرية رجعوها بعمان لأن يعني يردوها أنه تتكاثر عدد حيوانات المهى اليوم بس تسعمية واحد فقط نجي نشوف أول سؤال كلمة يعني ينجو كلمة يعني ينجو شنو تنقري سر ويف معناها ينجو ليش يتمكن المهى من أنه ينجو في الماضي في الماضي لماذا يمكن أن ينجو في الماضي while بينما it couldn't today ما قدروا اليوم أن ينجو قبل بالماضي كان ينجو عدد شبير من يمهى فأنتو منتقرون كلمة orx survive past today ذلك ثلاث كلمات أو أربع كلمات orx survive past today منتقرون هذاني مباشرة يجيب بالكم أنه ليش القبل كان ينجو وهسا ما ينجو قبل يجيب بالكم لأن قبل كانوا يمتطون الأحصنة بينما هسا يركبون السيارات فهو هذا الجواب because in the best في الماضي hunters يعني الصيادون إحنا قبل شويش قرأنا قرأنا كلمة hunting معناها sight كلمة hunting معناها sight وhunters معناها صيادون فهي لازم تحفظوها sorry hunting وهي hunters أكل فرق أنه hunters هما الصيادين نفسهم were on horses كانوا على الأحصنة whereas today بينما اليوم the hunters الصيادون are in big for wheel drive car يعني تحفظو لي أنه were on a horse whereas today hunters are in big four wheel drive car بعو big يعني كبير big يعني كبير four يعني أربعة wheel يعني عجلة إتو شايفين السيارة بيها أربع عجلات drive قيادة و car سيارة فهم على الحرج أقرأ هذا جواب كل تا مرة ثانية نقرأ مرة ثانية because لأن in the past في الماضي hunters الصيادون were on a horse horses كانوا على الأحصنة whereas today بينما اليوم the hunters الصيادون are in big four wheel drive car big four wheel drive cars big four wheel drive cars تحفظوها أنه هي سيارة متعددة العجلات نجي هنا when متى قلنا وين تيجو ويا الزمان زين ويا الزمان يعني شو وقت أي وقت مثلا اليوم السنة قلنا وين تدتي مع الزمان قل شو قرأنا when was أين كان the last يعني آخر يعني أخير واحد wild oryx shot wild يعني بري oryx يعني مها فأي آخر مها بري انطلق على كلمة shot يعني طلق يعني طلقة أنه هذا يضرب بالمسدس أو يضرب بالرشاشة فشوت يعني طلقة فشوكت أنه ضرب آخر مها بري كانت في سنة 1972 it was shot نضرب 1972 نجي هس للبعد نشوف هذا why why did the zoo get the oryx ليش ليش حديقة الحيوانات حصلوا على ال oryx هنا طبعا عندنا zoos يعني الحديقة ما الحيوانات get يعني حصلوا oryx على الحيوان البري بروا هنا منشوفون كلمة zo get to oryx هذين ثلاث كلمات مباشرة كتبون to breed and build up its number كلمة breed يعني تزاوج كلمة breed breed يعني تزاوج فمن يأخذوها يظلون يزاوج ويزاوج 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 تتكاثر كلمة breed احفظوها breed يعني تزاوج and build up build up يعني تزييد its number لتزاوج ولي تزييد من الاعداد مات فرح نعيدها to breed and to build up its number نشوف السؤال رقم 10 هنا شو قل السؤال رقم 10 طب هاي مسحة حتى تركيز كوم يصير على النقطة what did the zoo do 1982 شو سوت حديقة الحيوانات بسنة 1982 قالوا شوية قلنا قلنا جابوا الأوركس اللي هو المهة وشمروها بعمار فهن شنو هاي الكلمة انو هاي تهم تقرون زو قبل شوية نقرأ زو زو قت بس مجرد انو شنو ليش جابت الزو الأوركس من يقول لي كلمة انو ليش جابت الزو الأوركس هذا السؤال عندنا زو قت أوركس الجواب قلنا الشي يقول قلنا يكون هذا الجواب تبريد و بلد بينما من يقول لي زو ويقول سنة 1982 مباشرة يجي بالي انو ذي هم بتوضعوا سن بعض أوركس المهى back in the wild in عمان رجعوا شمروا بعم عمان شمروا بالبرية كلمة wild طبعا حفظناها قبل شوية معناها البري حتى قبل شوية قرأنا انو شوكة اخر ماها بري السؤال اللي قرأنا قبل شوية انو wild أوركس ماها بري زيان او يحطوه بالبراري wild يعني برية زيان فلسا من يسأل يقول لي زو get اوركس مباشرة انو بري build up its number بل من يقول لي زو 1908 قبل الفكرة انو شمروا بالبرية بال wild وين بعم عمان they put some or ex back in the wild in عمان فهاي هنا الفكرة انو من يقول لي زو gets or ex قبل اللي انو build up ومن يقول لي الزوب 1982 قبل اللي قول لها to put oryx back in the wild in عمان نشوف هذا السؤال هذا السؤال مهم انتبهوا علي دا امن يجي هذا السؤال هل صيادة الوركس مسموح به اليوم من تقرون كلمة hunting allowed hunting allowed يعني الصياد allowed يعني مسموح به وتجون تقرون كلمة oryx يعني صيادة الوركس هل هي مسموح بيها اليوم لا no it isn't والجواب كلش بس بس no it isn't فهل مسموح هذا السؤال مهم دائما الدرسين يجيبو هل صيادة المهة مسموح به اليوم جواب no it isn't وطبعا دائما الاسئلة الوزارية يعني اشقد عدد oryx اليوم طبعا قبل شوية قرأنا population ما oryx ما قللنا اليوم قللنا قبل population بينما من نقرأ كلمة population oryx today يعني العدد ما لاتها اليوم العدد ما لاتها 900 ففرقوا بين قبل شوية هنا استونا قرأنا population يا سؤال بس حتى اذكركم من الآن اريد تذكير وين هو يا سؤال اي هذا اش قال لي هنا اش وقت هذا الكلام ب 1996 عفو 60 1960 كان population ماتة كلش صغير بينما اليوم اليوم population ماتة 900 ففرقوا بين 1960 مجرد قلنا very small هذا جواب مالتنا من سألنا على population بينما هس من يقول today يعني الوركس اليوم تقول 900 حتى لو تكتب الرقم 900 كافي او تكتب it is about 900 خاف ندرس ناتكم شديد و شكرا على المتابعة مع السلامة و ها كانت محاضرة اليوم مثل ما قلت لكم لا تنسون تروحون القواعد تشغيل وتشاكون الشرح مالتي بقيت مثلا قواعد و كل